حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد يبدو أن أشباح الماضي تطاردهم وأن فرارهم للنجاة بحياتهم بعد أن تنسحب الأرض من تحت أقدامهم سيستمر جيلا بعد جيل لتكون حياتهم هي رحلة للهروب من قدر الجغرافيا الذي جعل بلادهم واحدة من أكثر بلدان العالم تعرضا للزلازل إذ تقع إندونيسيا ضمن حزام النار حيث ملبع البراكينة والزلازل فلماذا فر الناس من منازلهم بعد الزلزال الضخم الذي ضرب إندونيسيا اليوم؟ فر الآلاف من الإندونيسيين من منازلهم من إلى المرتفعات إثر زلزال ضخم ضرب بقوة سواحل جزيرة سوماترا بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس رختر وسط مخاوف من حصول تسونامي وحدثت الوكالة الجيولوجية الأمريكية مركز الزلزال قرب سواحل جزر من توي على عمق حوالي 15 كيلو مترا وعلى الرغم من أنه لم تسجل أي ضحايا أو أضرار كبيرة أضرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا بشأن أمواج تسونامي ولفتت التقارير الصحفية أن التحذير بشأن تسونامي استمر لمدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن قوة الزلزال كانت أكبر وشعر بالزلزال عدد من سكان الدول القريبة من محيط الهزة الأرضية وأشارت إلى أنه تم إلغاء التحذير بشأن تسونامي بعد أن طالبت السلطات المحلية المواطنين بسرعة الابتعاد عن الشاطئ وقال باتر السنيني أحد سكان سيبيروت أكبر جزر من توي أن الهزة الأرضية كانت قوية لدرجة أن الوقوف على الأقدام كان فيه صعوبة لافتا إلى أن السكان تمسكوا بحوائط الجدران حتى تستقر الأرض وتوقع دولة إندونيسيا بنطاق حزام الزلازل النارية في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية وقد تحدث الزلازل في أي نقطة في العالم لكن بعض أجزاء الأرض أكثر عرضة للزلازل من غيرها لا سيما مناطق أحزمة الزلازل الثلاثة حيث يكون الحزام الناري الأخطر على الإطلاق ويحدث به نحو 80% من الزلازل والبراكين في العالم ثم الحزام الألبي ويوجد أيضا منطقة حزام منتصف الأطلسية وكشف تاريخ الزلازل خلال العقود الماضية أن دول الصين وإندونيسيا وإيران وتركيا واليابان الأكثر عرضة للزلازل في العالم ويرى علماء الزلازل أن الهزات الأرضية تأتي بالأنماط نفسها عاما بعد عام حيث يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم وفي أي وقت ولكنها كل مرة تكون بنفس الأنماط العامة ويذكر أن أكثر الزلازل ضخامة في إندونيسيا بلغت قوته 9.1 درجات على مقياس ريختر وأصفر عن سقوط أكثر من 230 ألف ضحية في سريلانكا والهند وطايلاند في ديسمبر 2004 وحدث الزلزال قبالة شواطئ سوماترا وأصفر عن موجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترا على ساحل باندأتشا في شمال سوماترا وتعاني الأرض من عاصفة زلزالية كبيرة منذ زلزال التركي المدمر في 6 فبراير الماضي إذ ضرب الأرض آلاف الزلازل والهزات الأرضية بشكل أكبر من المعتاد وسط توقع من العلماء أن زلزالا ضخما قادم سيشق الأرض يطلق عليه زلزال يوم القيامة قد يحدث في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية أو في تركيا أو إيران فهل يحدث قريبا؟ شكرا المشاهدين على حسن المتابعة كنت معكم إيمان بالله النجدي دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا المشاهدين على حسن المتابعة